جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول بدأت صيام الاثنين والخميس ووجدت فائدة عظيمة في هذا الصوم ولكن أهلي لم يوافقوني في ذلك ومنعني والدي من صيام الاثنين والخميس فما هو توجيهكم لا شك أن في صيام الاثنين والخميس فواهد عظيمة لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس لأنهما يوما تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى تعرض فيهما أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يعرض عملي وأنا صائم وأما عن منع والدك فهذا فيه تفصيل إذا كان منع والدك لك من صيام الاثنين والخميس ملاحظ فيه أنك تطيع أو تخدم والدك بأعمال يريدها منك والصيام يعوقك عن هذه الأعمال فإن لا شك أن طاعة والدك وخدمة والدك تكون أفضل من صيام الاثنين والخميس أما إذا كان صيامك للاثنين والخميس لا يؤثر على طاعة والدك وخدمته وعمل ما يريده منك فلا تمتنع من صيام الاثنين والخميس لأن والدك ليس في منعه لك غرض صحيح ربما يكون يريد الإشفاق عليك ربما أن والدك يريد الإشفاق عليك ولكن ما دمت أنك تتحمل هذا الشيء وتطيقه فأنت تقنع والدك بذلك وتبين له فضل صيام الاثنين والخميس والذي ينبغي للوالد أن يشجع ولده على طاعة الله سبحانه وتعالى لا نثبته عنها نحن